فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وفيه أن العالم يبين ما يجب بيانه للناس إذا جهلوه أو أنكروه فإن على العالم أن يبين وقد بين صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لما تجاهلوا قدر بني هاشم الرسول قال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله لم يرضى بهذا الجواب لأنه هذا هو المقصود ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بين صلى الله عليه وسلم نسبه هذا هو المقصود بالسؤال وهم لم يجيبوا بهذا بل قالوا أنت رسول الله فالرسول بين ما أخفوه وما جهدوه وبيّن أن سلالته صلى الله عليه وسلم سلالة طيبة خالصة شكرا شكرا